تجارب إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية ومسائل أخرى تتعلق ببرنامجها النووي لازلت تثير الخلافات مع المجتمع الدولي عموماً والولايات المتحدة بشكل خاص المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية سون كيم دعا لإيقاف موصفها بالاستفزازات فيما يتعلق بتجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها بيونج يونج مؤخراً من أجل الحد من التوترات وبعد اجتماع مع نظيره في كوريا الجنوبية بالعاصمة سول قال سون كيم أن هذه التجارب تثير القلق وتؤدي لنتائج عكسية مشدداً على ضرورة مشاركة كوريا الشمالية في المحادثات بدلاً من ذلك المبعوث الأمريكي عبر عن التزام واشنطن بالدبلوماسية مع بيونج يونج وأضف أن الهدف هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحات النووية بشكل كامل معتبران أن تجربة إطلاق الصاروخ الباليستية الأخيرة انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديد لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي على حد قوله من جانبه أشهد المبعوث النووي الكوري الجنوبي نوكيو دوك بالمحادثات مع الجانب الأمريكي موضحاً أنها تضمنت مناقشة اقتراح سول بالإعلان رسمياً انتهاء حالة الحرب القائمة من الناحية الفنية منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و 1953 التي انتهت بهدنة لاتفاقية سلام وكانت كوريا الشمالية قد قالت الخميس الماضي أن الولايات المتحدة تبالغ في رد فعلها إذا تجربة صاروخ بلستي أطلقته غواصة مشككة في صدق عروضها بشأن إجراء محادثات بين الجانبين اشتركوا في القناة